اسمع الأستاذ مختار الشنقيتي بيقول إيه بقى في البوست ده اسمع كده بيقول مختار الشنقيتي في البوست بتاعه النهاردة أو البوست بتاعه قصدي مهما تكن نتائج المفاوضات حول سد النعضة فإن السيسي يبدو مرتاح البال وسعيد جدا لصالح من يعمل هذا الأهبل يا ترى ده كان لما قابل أبي أحمد قال لك مهما تكن نتائج المفاوضات حول سد النعضة فإن السيسي يبدو مرتاح البال وسعيد جدا لصالح من يعمل هذا الأهبل يا ترى نتفرج بقى على صور السيسي ومرتاح في الخمس سنين اللي فاتت من أول موقع لحد مبارح لحد النهاردة في المنطقة الغربية تفرج كده إلعب كده يا علي تفرج الراجل أهو السيسي يتفقد الموقع التنفيذي والإنشائي لمدينة العالمين الجليل ده النهاردة بيتفرج على المصحب بتاعه بدل ما يروح الجنوب ويتفرج ويتير بالطيارة تفرج على النيل رايح الأخ عامل فيها أبو حملات مكان أبراهيم عيسى وراح يطير بالطيارة على مدينة العالمين عالمين إيه يا أبو عالمين إحنا مالنا والعالمين دي كاتقام رومل تقدم يا رومل ماشي النهاردة يوجه بالتوسع في المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية خضراء مني يا عم؟ احنا مش نلاقي نزرع ده الكلام ده يعني كده الراجل ملتأخ خلاصة إن سيسي نجح ومرتاح البال وسعيد لأنه نفذ الخطة اللي هو جاي عشانها عبد الفتاح السيسي يا حضرات كانت فاتورته صعبة على المصرين جدا فاتورته إنه كان ينفذ مجموعة اتفاقيات الراجل ده والغاية آخر لحظة النهاردة بيتفرج من الطيارة على المصحب بتاعه يا حضرات عبد الفتاح السيسي مهربش من المواجهة مع أسيوبيا عبد الفتاح السيسي بيخلق ما يسمى بالهدف المضل الخبراء والعلماء بيقولوا وتعلم مني بقى القصة دي إن إذا الناس شكت في إخلاصك المزيف بالنص كده خدها بالنص إذا شكت الجماهير في إخلاصك المزيف فاخلق لهم هدفا مضل لما تخلق لهم هدف مضل الناس تروح للهدف ده وتلوك فيه ليبيا تركيا قطر وتنسى الناس خالص الهدف الأنيس اللي هو سد النهضة ومع الهدف ده خلقت لهم قضية إخلق لهم عدو زائف اللي هو عدو برضو مضل تركيا وقطر وده اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي وعشان نزبت لك إن عبد الفتاح جاي بأجندة وينسد النهضة كان في الأجندة دي هو تيران وصنفير وغاز المتوسط خليك معايا بعد الفاصل ده عشان نزبت لك بالتواريخ إن عبد الفتاح السيسي ما يهموش إطلاقاً إن المصريين يموتوا من العطش عبد الفتاح ما يهموش على الإطلاق إلا إنه يخدم الأجندة الصهيونية اللي روجت له لما عمل الانقلاب العسكري عبد الفتاح ما يهموش إلا إنه يخدم أجندة أبو زبي فقط لا غير إنما الشعب المصري أنا كنت ضيعتكوا قبل كده عشان دي أكوتيني